هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمسال 2 أكثر من مليون ومئتين وألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وخمسة وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من ثمانمائة وثمانية عشر ألف شخص